إلى موضوع آخر قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بزيارة معاينة فجعية لمركب الحجار بولاية عنابة الزيارة جاءت على خلفية الحادث الذي وقع بوحدة تحضير المواد الأولية والتلبيد أين أكد علي عون أن الحوادث التي شهدها مركب الحجار مؤخرا لن توقف الإنتاج في المركب مهما كان أنا أتقل لنصر قلل من الجميع لأن حالة المركب حاليا لا يشكي ما رأي ينتظر فيها وبعد الكلام اللي يره يدور وهذا شي طبيعي كل ما هو شي بداء في النجاح في طريق النجاح وهذا بفضل برنامج اللي وضعناه واللي رأهم يطبقوا فيه مسؤولين المركب ومسؤولين المجمع رأهم يعني يطبقوا بصفة منظمة بصفة اللي فيها نتيج وللأسف الحوادث اللي صاروا آخيرا ما مش هذول اللي راحين يفشلونه والله يحبسوا لإنتاج في المركب